بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في المحاضرة الأولى من الانتي كانسر ايجنس أنا دكتورة سالو أبو راضح ومدرس في قصة معلم الأدوية والسهم في اللاكتشور دي هنتكلم عن brief introduction عن الكنسر والانتي كانسر ايجنس هنجو اندفث شوية ريجوردين السيل سايكل اللي بتفسر كتير من الميكاناز والفاكشن هنجو اوبر الكلاسيفكيشن الانتي كانسر ايجنس وهنبتدي بأول كلاس من الانتي كانسر ايجنس مهم جدا يكون عندنا basic knowledge regarding the medical terminology بتاعت الكنسر او الانتي كانسر ايجنس ونظر احنا دينا اي اكسس ل some glossary او medical terms regarding these perspective فحيكون دي added value لو احنا قرناهم ولكن طبعا احنا مش هنتسأل فيها طيب خلينا نبتدي واحدة واحدة باعي يعني ايه كانسر اصلا كانسر اللي هو بالعربي السرطان ده معناه ماليجننت نيوبلازم نيوبلازم معناها new growth جمية growth beyond control للتيشو الطبيعي ومعنى ماليجننت اللي هي خبيث بالعربي دي معناه انها جاية من حتى الماديكال تيرمي بتاعها معناه ايفل فكلمة ماليجننت نيوبلازم اللي هي بالعربي السرطان وده مختلفة عن كلمة benign benign معناه ان هو طيب يعني وبالتالي ده معناه ان هو ورم حميد يبقى الكنسر او الماليجننت ايوبلازم دول synonymous medical terms وقدر استضبهم كمان مع كلمة malignant tumor كلمة tumor في المطلق معناها يعني ورم لكن احنا لازم نحدد نوع التيومر ده هل هو ماليجننت ولا هل هو benign هل هو خبيث ولا هل هو حميد طيب النوعين من التيومر او نوعين الـ overwhelming growth دول اللي هو الbenign والماليجننت يومر يرجو لي بيعملوا manifestation the uncontrolled proliferation يعني ايه يعني كمية growth وكمية cell division beyond الكنترول الطبيعي طيب ايه اللي بيفرق ما بين الbenign والماليجننت يومر الماليجننت يومر دي have the capacity for de-differentiation كلمة de-differentiation معناها ايه؟ معناها process in which the cell develop in reverse from a more differentiated to a less differentiated state يعني ايه كلام ده؟ سامبلي كده الطبيعي ان السلسة عندنا لما بتماتيور بتبقى very well differentiated يعني ليها خصائص معينة وليها characters وليها وظائف معينة وليها شكل معين بتخليها تقوم بالfunction بتاعها لما كل السلس بيبقى عندها يعني الفيتشر دي الكانسر بقى بيخلي السلس ترجع في reverse process بدل ما هي well differentiated السلس ليها شكل معين وليها characters معينة وليها وظيفة معينة بتبدأ يحصل لها de-differentiation تبدأ تلوز الفيتشر دي طيب تاني حاجة بتفقرق ما بين المالغنان تيومرز والبنان تيومرز having the capacity for invasiveness يعني ميه invasiveness يعني هي تقدر تروح لـ surrounding tissues يعني تبدأ تكبر تكبر وتجو اوفر the primary location surrounding the site invasiveness يعني هي تعدي لـ tissue كمان ما كانتش بدأ originating فيه يعني خلاص يعني لو بنتكلم مثلا على حتة من blood vessel تبدأ تجو through المنطقة اللي حوالين منها طيب invasiveness ده مش بس بقى بيكون local يعني في surrounding tissue around the primary site لكن ممكن كمان يكون عند الcancer capability انه هو metastasis يعني ايه يعني يحصل له metastasis يعني ايه يعني يبدأ parts منه تسافر بعيد لمناطق ابعد من primary location اللي كانت موجودة فيه جوه الجسم وتبدأ كده تعمل كأنها nucleus ان هي تبتدي another focus من the overwhelming growth يعني ايه يعني يبقى فيه بداية لgrowth اخر في منطقة distant عن primary site بتاع الcancer فيبقى اهم 3 features للمalignant tumors اكثر من من البنين بتفرق منها من البنين uncontrolled proliferation دي common feature للاثنين لكن اللي بيفرق المalignant من البنين the differentiation invasiveness و metastasis طيب يعني ايه بقى موضوع the differentiation المفروض انه اي cell بتبقى well differentiated لكن في حالة tumor initiating cells بتدق ان هي يحصلها the differentiation يعني ايه تبقى شكلها مهياش well differentiated على عكس الطبيعي في الطبيعي normal cells لما بتحصلها damage beyond repair ممكن يحصلها يعني يتم تخلص منها من خلال process بتاعت الapoptosis يعني apoptosis يعني programmed cell death ولكن cancer cells بتاعت apoptosis و دي واحدة من hallmarks بتاعت الكنسر واحدة من features الاساسية بتاعت الكنسر انه هو يقدر evade او ياسكيب الprocess بتاعت الapoptosis وبي continue to multiply in uncontrolled unregulated manner زي ما اتفعنا الapoptosis the programmed cell death اي genetic mutation في الanti apoptotic genes يعني anti-apoptotic يعني هي بتفايت الapoptosis فبالتالي البروتينز اللي هي بتعملها anti-apoptotic proteins طيب usually بقى اي genetic mutations في الanti-apoptotic genes دي usually بيكون a pre-requisite for cancer وده معناه انه لو بتلوز الapoptotic function بتاعتها ده ممكن يبقى initiating factor للcancer طيب resistance to apoptosis واحد من whole marks بتاعت الكنسر ودي among nine features دلوقتي او whole marks لازم يعني اي حد يحب يقرا في cancer pathophysiology يعرف ايه هي whole marks بتاعت الكنسر ودي من اهم الحاجات اللي مفهود نكون قرينا عنها حتى في بداية knowledge بتاعتنا regarding cancer regarding the principles of cancer كيموثيرابي يعني طبعا من اسمها المسامة بتا الكيموثيرابي تا كتير للاسف recently ودي معناها drug related therapeutics او drug related treatments للكنسر direct لثالثة للسل او انه هو induced apoptosis of these cancer cells طيب ال attack بتاع الكيموثيرابي يجولي بيبقى towards ال DNA او بعض ال metabolic sites الاساسية او fundamental عشان يحصل وبالتالي لما اوقف ال DNA او اوقف ال metabolic process اللي من خلالها بيحصل حيبدد يحصل لل overwhelming growth بتاع ال cancer طيب من ضمن ال approaches for this chemotherapy ال purine وال pyrimidine which are the nuclei او building blocks بتاعت ال DNA وال RNA كمان ideally المفروض ان ال anti-cancer drug بتانترفير بس مع cellular processes unique to the malignant cell ودي حاجة ideal مش available للأسف الشديد معظم ال cell effects الكلنا aware بيها ال anti-cancer drug بتبقى related loss of selectivity او specificity بتاعت ال anti-cancer agent هو مش بيفرق اوي يعني ما بين ال normal cells وال cancerous cells طبعا دخل اللي يبقى فيه approach جديد اللي هو ال target therapy اللي بتحاول تدور على حاجة very unique في ال cancer cells ومش available في normal cells عشان ما يحصلش بس المفروض ان ال anti-cancer drugs تنترفير مع ال cancerous cells وتسيب ال non-malignant cells الوحدة بس دا ما يحصل معظم ال traditional anti-cancer drugs يتقصد بها الكيموثيرابي اللي هو ال conventional اللي هو الطبيعي اللي هو كلنا بنسمع عنه anti-metabolic المفروض دي ما بتفرقش ما بين the new plastic cells و normal cells هي بتفاقت معظم انواع cells كل ال proliferating cells وبالتالي يبدأ يحصل هنا side effects طيب ايه هي انواع ال cancer طبعا حاجات كتير هي حتى beyond الموجودة دي لكن في حاجة اسمها carcinoma دي بتكون نوع من انواع cancers بت originate في ال epithelial cells السarcoma ودي related the skeletal muscles with the surrounding bones the lymphoma and leukemia they are hematological cancers يعني بت originate في blood cells سواء lymphocytes او plasma cells والملانومة دي واحدة من skin related cancers بت originate يعني في الملانوسايت اللي هي مسؤولة عن pigmentation regarding the process of spreading او metastasis بتاعت الكنسر هي بتتم من خلال blood stream mainly hematogenes through the blood stream او من خلال lymphatics كلنا عارفين lymphatic system اللي هو بيبقى فيه lymph nodes بيبقى فيه كمان canals lymph vessels lymphatic vessels ممكن يبدأ من خلالها بردو process بتاعت the spreading of the cancer hematogenes through the blood stream او lymphatics من خلال lymph nodes وال lymph vessels طيب المتastasis by definition هي بارة عن cancer cells that have spread to sites distant from the primary tumor site تاني from the primary tumor site and have started to grow يعني went beyond the primary location بتاع initiation of cancer لكن لما بتجوز يعني في المنطقة اللي حوالين منها هذا اسمه invasion او invasiveness للcancer the most frequently occurring sites بتاعته metastasis بتاعته solid tumors هي الbrain والbone والذي يعني دي هم اكتر sites بيحتل فيهم متastasis لازم تكون عارفين فيه حاجة اسمه solid tumors اللي هي حاجات في الصوف تيشوز بتاعت الجسم لكن the hematological cancers الحاجات اللي هي related للblood يعني الحاجات اللي موجودة اللوكيميا الليمفوموس وليها انواع وتأسيمات مختلفة تماماً عن حسب السلف اللي بتتأثر بالmalignancy دي يبقى solid tumors دي فوق الجسم لكن the hematological cancers دي معناها سرطنات الدم regarding the molecular basis of carcinogenesis طبعاً ده موضوع مش بس يطول شرحه لكن هو موضوع endless it seems to be endless فعلاً يعني ونافر احنا حابينا نقرأ في حاجة related بتاعت الكانسر it never ends وبالتالي عشان الموضوع لسه unresolved لان لسه مفيش cure للكانسر ف كمية research regarding الكانسر كبيرة جداً وكل مرة او كل يعني فترة كده من اسمها عن حاجة يعني breakthrough through او whatever ولكن still حد دلوقتي مفيش cure فبما ان الموضوع مش curable 100% فاستل فيه research كتير استل الموضوع متحلش يعني وبالتالي دايما كده بنلاقي حاجات كتير قوي نقرأ فيها واحنا بنقرأ عن الكارسينوجينيسيس والمolecular basis بتاعت الكارسينوجينيسيس والtargets بتاعت الanti-cancer drugs الجديدة فعلا it seems to be endless احنا هنحاول نلخص الموضوع ببساطة جداً يعني 4 basic approaches regarding البروموترز او البروتو اونكو جينز ودي عبارة عن حاجات بتزود يعني الcell proliferation او cell division defect في الانهابيتورز يعني defect في الحاجات اللي هي بتعمل breaks او بتكبح جماح الcell division ودي اسمها في الطبيعي cancer suppressor genes واهمهم P53 ده مهمته ايه ببساطة يعني ده عبارة كده عن gene بيعمل protein مهمته ان هو يوقف عملية الcell division عشان كده اسمه tumor suppressor gene كمان الكروموسومي abnormalities في بعض الجينز اللي ممكن يكون ليها regulatory function related الapoptosis بمعنى لو كان عندي كروموسومي or genetic defect في الجينز اللي بتتحكم في الapoptosis بوزت يبقى الapoptosis كده مش هيحصل ده معنايا ممكن يبقى فيه هنا initiation للكانسر او carcinogenesis اه في approach كمان احنا نتكلم عنه which is telomeres expression telomeres ده عبارة عن انزيم بيستابيلايز التيلوميرز والتيلوميرز دي ببساطة هي كده زي caps للكروموسومز بتحافظ عليها فاحنا هنتكلم على كل approach من دول ازاي اللي علاقة بالcarcinogenesis اول حاجة واهم approach هو inactivation of a tumor suppressor gene تاني tumor suppressor gene معنايا هو حيوقف عملية الgrowth حيوقف الoverwhelming growth فلو حصل له inactivation ده معناه انه cell division او cell proliferation حيجو beyond control اهم هنا حاجة اللي علاقة بال inactivation of tumor suppressor gene ال P53 ال P53 ده ليه اسمي تاني guardian of the chromosome طيب ده بيعمل ايه؟ في الطبيع الكده انه هو بيعمل DNA repair يعني ال P53 ده عبارة عن DNA repair gene ال product بتاعه بيتخلص من cells اللي حصل لها damage في ال DNA او بيصلحها وبالتالي لو بدأ يحصل inactivation of this gene او يعني في مشكلة دفاكت ما في هذا ال approach ساعتها هيبدأ يحصل accumulation ل cells having impaired or damaged DNA وما تصلحتش وبالتالي هنا يبدأ يحصل بقى progression ل malignancy طيب ممكن نبص كده على الشكل ده حيوضح لنا اكدر اه يعني زي ما احنا شايفين المفروض ان P53 which is guardian of the chromosome يعني من اسمه بيحافظ او بيعمل repair ال DNA ايه اللي بيحصل المفروض انه عندي كل الاستيميلاي دي ممكن تؤدي الى defects او damage في ال DNA يبقى فيه مثلا oxidative stress reactive oxygen species some hormonal action او some يعني aberrated physiological processes اي DNA damaging factor اللي من ضدها حتى بعد الدرغز اي stressful condition regarding nutrient deficiency او hypoxia مفروض انه كل الانسلز دي قد تؤدي الى damage of the DNA طيب طالما فيه damage للDNA نستنى بعد بروحة كده ال P53 ساعتها يبدأ يشوف we hold cell cycle يعني يوقف شوية كده عملية cell cycle progression ما يحصلش cell division ساعتها طب نستنى شوية كده نشوف ايه اللي حصل ال damage ده يعني هل احنا كده حنوافق ال cell نحصل لها cell division وهل DNA بتاعها damaged لأ مفروض ما يحصلش كده فال P53 ساعتها يعمل cell cycle arrest ويبدأ يشوف على حسب بانوع ال damage اللي موجود هل يقدر يعمل DNA repair فخلاص كده المشكلة تحلت حلوة لو ما عرفش يعمل DNA repair فممكن يودي ال cell في منطقة تانية هولس يعمل لها حاجة اسمها seller senescence يعني ان هي تبقى غير قادرة على ان هي تحصلها cell division senescence دي كانها ايه جد خلاص هي ما عنديش القدرة ان هي تعمل replication فبالتالي بقى ال DNA damage ده مش حيحصل منه copy's تانية او انه يتعمل حاجة اسمها metapolic switch ودي بصراحة يعني very very molecular very specific يعني شرحها هي طول شوية بس المهم انه هو حيارف يتخلص من ال من ال cell من ال DNA damage لساعتها مش حيحصل كده replication بالشكل ده او انه يحصل حاجة اسمها cellular او انه هو يوديها للبروسيس بتاعت القطاف الجيه والقطاف الجيه دي معانيها self dependent license لل cells يعني اللي ممكن تؤدي برضو الى programmed cell death which is apoptosis او directly يخلي ال cell اللي فيها DNA damage دي يحصل لها apoptosis خلاص كده تم التخلص من ال damage DNA كل اللي انا قلته في ال part ده هو مجرد illustration انا مش عاوزك تعرف يعني اي تفاصيل موليكلي ارقوي احنا بس بنحاول نفهم مع بعض يبقى ال P53 ده عبارة عن tumor suppressor gene the guardian of chromosome whenever في اي damaging factor لدن اي بيبدأ يهلت ال cell cycle شوية ويبدأ يجو through some approaches ان هو يصلح لدن اي damage ده either ان هو يصلحه فعلا او ان هو يودي ال cell في منطقة تانية بميكانزمة تاني يمنع replication بتاعه اللي بدومهم حتى ان هو induced apoptosis وبالتالي لما الموضوع ده يقف ال P53 ده يحصل inactivation ساعتها هيحصل accumulation ل cells فيها damaged DNA وبالتالي ده اول initiating factor انه يحصل هنا cancer بروكش التاني ممكن من خلاله يحصل initiation للكانسر أو carcinogenesis هو activation of proto-oncogenes into full oncogenes proto-oncogenes ده معناها ايه؟ معناها الحاجة اللي ممكن تؤدي أو يعني primary للoncogenes يعني ايه؟ كلمة oncogenes دي عبارة عن genes بSte tiring عندها ال capability بمعنى دي حاجة شبه dónde كانت ناتي يعني مهمتها الأساسية إن هي ت ناتي 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 tags tır اصلا وجود ال proto-ooncogenes في سالس شيء طبيعي ال proto-oncogenes مثلا دي حاجة شبه ال growth factors كده فطبيعي هي تكون موجودة لكن وناثر بقى هي بتجو بيوند كنترول بيبقى فيه مثلا جيناتك ميوتيشن او كروموسوم الابرريشن ادى الى كمية كبيرة قوي من البروتو اونكو جينز دي ساعتها ممكن تبقى فول اونكو جينز الفول اونكو جينز دي عبارة عن بعد جينز زي الراس جينز راس جينزة اسم جين الراس حاجات يعني دي عبارة عن جينز ممكن تنكود بروتين بيكاري سيجنال من السيل ممبرين داون من خلال الباثويز كتيرة جدا من ضمنها حتى الماب كاينيزز دي عبارة عن ملك يعني ترانسدكشن انزيمز كده معينة جوه السل المهم ان ايه بتوصل السيجنال من السيل سورفس انتو ذا نيوكليس طيب يعني كان فيه جروت فاكتور اشتغل على السيل سورفس واصل سيجنال بطريقة معينة ليه نيوكليس ساعتها النيوكليس هتعمل ايه هتعمل سيل دي بيجن وبالتالي هنا احنا عندنا يبقى ممكن يحصل انشيشن للكانسر طيب دا حيحصل امتا؟ حيحصل لما يكون فيه جيناتك ميوتاشن في الجينز اللي بتنكود جروت فاكتور دي ودي من اهم الابروتش اللي ممكن يحصل من خلالها للكانسر زي الميوتايتد ابيدورمال جروت فاكتور ريسابتور جينز ودي لها اسم تاني الارب ريسابتور يبقى الارب ريسابتورز نسمعها كتير اوي احنا منتكلم عن الانتي كانسرز او كانسرز هم هم الابدورمال جروت فاكتور ريسابتورز طيب احنا لو بصينا كده على الشكل دا ممكن نفهم شوية ايه موضوع الراس دا خلي بالك احنا منتكلم دلوقتي في جينز طبيعتها بتانديوس سيل بروفريشن او سيل بريليكيشن يعني بتعمل كانسر خلاص بتعمل جروت في الطبيعي بتبقى بالانسد يعني بتبقى في حاجات بتعملها بريكينج في حاجات بتعملها ايناكتيفاشن في فاكتورز يعني بروموتوف وفاكتورز تانية بتانهابت لما الموضوع بيجو بيوند كنترول يبدأ هنا يحصل ايناكتيفاشن للكانسر خلو بصينا بعد موضوع الراس ويجز برضو حاجة توضيحية في الطبيعي الراس بروتين بيبقى لينكت لجي دي بي وده بيكون ايناكتيف بيبقى اكتيف امتى لما يتحول لراس لينكت لجي تي بي خلاص كده طيب فيه بالانس بقى في الطبيعي كده في النورمال ستايت فيه بالانس بقى بين الايناكتيف والاكتيف راس وده بيؤدي الى بالانسد لابل من السل جروث والبروليفراشن والميغريشن يعني فيه كونترول سل برويفراشن لو فيه جيناتك ميوتيشن ادت الى انه الاكتيف راس ده دايما هو البريدومينان ساعتها هتجو الثالثرو ان كونترول برويفراشن ويبدأ يحصل انشيشن للكمسر يبقى دي من اهم الميكانزمات اللي من خلالهم يحصل فيه امثلة مهمة جدا لازم تكون عارفها وبحثتها في دمية كده وحنا بنتكلم على الـ examples related للأبروش ده من الكارسينوجينسيز اهمهم الـ هيرتو نيو ريسابترز دي معروفة كمان as herb b2 ريسابترز دي عبارة عن يعني الواحدة من الـ اللي لينكة للبريست كانسر فشكرا احنا دايما بنسمع الـ هيرتو بريست كانسر هيدرس الحاجة دي ان شاء الله بتفصيلة ران في حاجة اسمع سي مايك السي مايك ده اسم برضو جين المفروض ان هو عنده proto-oncogenic activity لما بيبقى فيه genetic mutation قد يؤدي الى development of cancer اكتر واحد associated بالسي مايك mutation هو البركتس لينفوما ودي اسم نوم الانواع اللينفوماس دي عبارة عن بلود او هيمتالوجيكا الكنسر بيبتدي فيه اللينفوسايتس وليه كمان في حاجة اسمها بي سي او ري بي ال جيمس طيب هو البي سي او ري بي ال جينز دي جينز في الطبيعة ما بتكونش موجودة ولكن بتحصل لما من كروموسوم نومبر ناين اللي هو carrying الابل جين الابل جين اسم جين موجود فيه؟ موجود على كروموسوم نومبر ناين البي سي او ري بي اسم جين تاني موجود فيه؟ موجود على كروموسوم نومبر تونتيتو ايه اللي بيحصل احيانا كده نسيجة دفاكت برضو في ال ممكن يحصل ان بارت بقى من كروموسوم ناين ده يبدأ يروح لبارت تاني من كروموسوم توني تو فيعملي حاجة اسمه بي سي او ري بي ال جين يبقى ده ما كانش موجود في البداية ونابر بقى افايلبل ده عنده برضو انكوجينيك اكتيفتي يوجولي لينكد لحاجة اسمه كرونيك ميلوجينيس الوكيميا والوكيميا دي نوع من انواع برضو الهيمتالوجيك الكنس الحاجة اسمه انمايك ايه شبه سي مايك اهي نفس الفكرة وبرضو دي عباره عن انكوجين related او associated with development of small cell lung cancer اللي هي اس سي ال سي الاكزامبلز دي مهمه وفي اكزامبلز كتيره جدا related للانكوجينز بس ممكن بس نبتدي بدوله الابروتش التالت هو كروموسوم الابنورماليتز ودي لي اكزامبلز كتيره جدا بس اشهرهم حاجة اسمها فيلادالفيا كروموسوم بالسلايدي القابل احنا كنا بتكلم على حاجة اسمها bcrab ler gene وقلنا انوا بارد من الكروموسوم number 9 بحسله translocation من خلال defective cell division process to form an oncogene اسمه bcr abl هو ده الفلادالفيا كروموسوم يعني الشكل ده بالضبط هو بيوضح ازاي فلادالفيا كروموسوم بيتكون يبقى فلادالفيا كروموسوم ده بفعال defective كروموسوم خاصة في translocation لجناتك بارد من كروموسوم number 9 إنتو كرموسوم نمبر 22 فده النور من الكرموسوم نمبر 9 وفيه بارت كده معين بإنكود بروتين معين البرت ده عباره عن جين اسمه إي بي أل مان نجدعه فيش مشاكله في كرموسوم دايمين هو نمبر 22 في حتة برضه أو جزء بإنكود بروتين معين والجين ده اسمه بي سي أور تمام كده؟ ماشي حصل مشكلة أثناء السل ديفيجن حصل مشكلة إنه حصل ترانس لوكيشن البارت من الجين ده اللي هو كان بقى ريجوردين الابي أل وراح لكرموسوم نمبر 22 فكوني حق اسمها بي سي أور اابي أل جين بي سي أور اابي أل جين ده أنكو جين خلاص يبدأ السلساعة تتجو أوفر انكونترولد ويبدأ يحصل انشييشن برضه للكنسر وكش الرابع هو التليوميريز إكسبرشن التفاني التليوميريز دي عبارة عن إنزايز بتستبيلايز حاجة اسميها تليوميرز إيه بقى التليوميرز دي أصلاً؟ دي عبارة عن استراكتورز موايانة كده بتكاب the ends of كرموسوم يعني بتغطي أطراف الكرموسوم فبتحميها من الديجراداشن بتحميها من الريقرينجمنت زي اللي حصل كده في الفيديل في الكرموسوم بتحميها مع الفيوجون with other كرموسوم وهكذا فالتليوميرز دي مهمة جداً للستابيليزايشن بتاع الكرموسوم بتبريزورف الكرموسوم مع كل مراية cell division with each round of cell division portion من التليوميرز بيحصلها erosion بتتأكل طبعاً انت عيش كتير ان شاء الله ربنا يديك السحة وتطوامر يعني مع كل مراية بقى cell division بيحصل erosion لport من التليومير up till certain point بيحصل فيها cellular senescence يعني cellular senescence يعني تبقى السل غير قادرة على DNA replication DNA replication بيتوقف والسل بتكون senescent امتى لما يحصل بقى full erosion للتليوميرز فها بتبقى اش functional يبقى كل ما التليوميرز بتتأكل كل ما ال DNA replication حيتوقف خلاص الدنيا حبوز بيحصل cellular senescence طبعاً مين اللي بيحافظ بقى على الفونكشناليتي بتاع التليوميرز enzyme اسمها تليوميرز بتستبيلايز بتحافظ على التليوميرز وبالتالي كل ما التليوميرز يعني متحافظ عليها كل ما السلز بيبقى عندها قدرة انها تريبليكيت كتير ممكن نشوف الشكل ده هيوضح لنا اكتر بالوقت مع كل ما رايت cell division اللنز بتاع التليوميرز اللي بتكابل ends بتاعت الكروموسومز بتتأكل بيحصل لها erosion وبالتالي بيوصل لمرحلة السل فيها بتبقى غير قادرة على replication فيحصل لها يعني يبقى اسمها went through senescence والsenescent cells دي ما بيحصل لها دي in a replication تمام؟ ده الطبيعي ايه اللي بيحصل بقى انه في حاجة اسمها telomerase enzymes اللي بتستبيلاز التليوميرز دي telomerase enzymes دي whenever available دي معناها انه cells دي بتكون immortal خليبا ايه نحن نتكلم على whole human يعني خلاص نتكلم على cellular level السلز دي حتكون immortal مش هيحصل لها senescence لما بيكون عندها تينويرز كتير طيب يبقى rapidly dividing cells cells اللي الطبيعي بتاعها هني بيحصل لها cell division كتيرة زي stem cells الخلايا اللي هي الجزعية وكمان البون مارو والجرملاين الجرملاين يعني الجرملاين يعني السلز اللي هي بتعمل الجميت السلز اللي بتعمل الاوفا في الفيميلز وبتعمل السبير في الميلز اللي اسمها الجرملاين cells لكن السوماتيك cells اللي بتكون diploid اللي هي بتبقى carrying two copies من الجناتك متيري يعني بتبقى carrying 46 كرموسومز كلهم إنما الجرم cells بقى اللي هي بتبقى الجميت اللي هي بتبقى الاوفا وال تاني كده زي وال البون مارو cells اللي هي السلز اللي تعمل الاوفا وال او ال ابيثيدي اللي سلز تاعت الجي اي تين دي بت اكسبراس تيلوميريز هال تاكسبكتد او طبعا التيلوميريز دا حيخليها عندها القدرة نهاية ربليكت فترات طويلة الطبيعة بتاعها نهاية رابط لدي في بورشن من الجسم بيبقى عندها القدرة دي وبورشن ثانية لأ يعني معظم السوماتيك سالز اللي هي بقى السيلز بتاعت الجسم مع عادة الجرم يعني يعني ما بيبقاش عندها لان هي بتجو المتحدث عن بعض الناس من الجسم لكن المتحدث عن بعض الناس من الجسم مثل ما قلناهم دول ده الطبيعي بتاعهم انه بحصل لهم سل درجة كثيرة الطبيعي بتاعه وبالتالي لازم يكون عندهم شوية تلوميريز عشان تكيب التلوميرز بتاعته طيب اعلقت بلا انا قلتو ده كله 95% من الاتصال مالغنانت كانسر تلوميريز طيب انه التلوميريز بتبقى absent من معظم fully differentiated somatic cells والتالي ده بيقول انه تلوميريز existence او تلوميريز expression واحدة من الطرق اللي من خلالهم ممكن حصل كارسينوجينيز ازاي whenever تلوميريز ده available ساعتها السلز دي هتبقى عندها قدرة ناتر بليكات كتيرة جدا ودي واحدة من الفندمنتلز باردو بتاعت الكنسر ديبرمينت باتاني كده التلوميريز انزيمز بتكيب التلوميريز التلوميريز دي مهمة عشان يحصل cell replication لما بحصلها full erosion cell replication بتوقع ايه علاقة الموضو ده بالكنسر whenever التلوميريز expression كتير ده معانين السلز هيحصلها replication كتير وده معانين ممكن يحصل initiation development of cancer والنوت دي مهمة جدا 95% of late stage malignant tumors عندها تلوميريز انزيم وده بي comfort immortality للكانسر cells regarding ال approach بتاع الانجيوجنسي احنا عارفين طبعا بنسمع الكلمة انجيوجنسي which is the formation of new blood vessels دي واحدة من الفندمنتلز بتاعت الكانسر ال process دي بت بتبطن بتبطن او بتبطن او بتبطن بتاع البلد بسلس طيب هال process بتاع الانجيوجنسي دي مهمة مهمة للكانسر it's fundamental عشان يحصل cancer progression يعني لانه الماس بتاع الكانسر حتحتاج كمية نيوترينس واكسر جدا وبالتالي هتحتاج vasculation عالي جدا ال process بتاعت الانجيوجنسي في الطبيعة بتبقى balanced ما بين الانجيوجنك factors مثل والانتي انجيوجنك خلاص فالطبيعي انه الانجيوجنسي يبقى بس موضوع طبعا بالانس والكونترول بيبقى لسنة الكنسر فاللي بيحصل انه الانجيوجنسي ده مهمة جدا او كريتكا للغروث بتاع الكنسر لانه solid tumors need a blood supply if they are to grow beyond a few millimeters in size فضروري يبقى فيه vasculature dense في المنطقة دي بتاع الكنسر الانجيوجنسي بيحصل in response to growth factors زي الvasculary growth factor مثلا which could be released from the tumor itself and by nearby cells ونوضي مهمة جدا الكنسر بيخلي surrounding cells كمان تrelease vasculary growth factor عشان يحصل الانجيوجنسي طبعا في الطبيعي الموضوع ده بيبقى ما بين البروموترز او الvasculary growth factor مثلا اللي حاجة الانجيوجنك وبين الانتي انجيوجنك factors الصوري اللي هي اسمها انجيوجنسي انهابترز دي بتمنى البلد بس دي بس دي بس دي بس الانجيوجن الانجيوجن فالجينتك factor الموضوع للافقال باللديم بس بعض الموضوع زي مورونتصال مراتث الموضوع على المدى الطويل أو على مدى قصير بس يبعضو زي مراتث للافقال الموضوع 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 بعض الموضوع الخاصة باليوفي والاكسراي have been linked to the development of some types of cancer زي ايه مثلا والassociations دي مهمة الـ X-ray workers they could be associated with the development of leukemias radioisotopes بعضهم قد يؤدي الى development of thyroid carcinoma يعني cancer في thyroid glands الـ Atomic Syplogens ايام ما حصلت has been linked to development of multiplicity of cancers منذ ناسك ان cancers and leukemias فالـ Radiation من اهم الـ Environmental اللي ممكن تؤدي الى development of cancer الـ Occupational Hazels ودي مختلفة على حسب الـ Occupation بتاعة الشخص في ناس كتير بتشتغل مثلا في بعض المصنع بتاعة الـ Chemicals والـ Chemicals دي عندها كارثيرونيجيك بوتانشل طبعا ممكن تكون على المدى الطويل بتشمل بيحصلها درم exposure whatever يعني فالـ Workers اللي شغالين في بعض الـ Factors they have بين اساسيات الـ Development of some cancers مش بس كده برضو الناس حتى بقى ساكنين حوالين مناطق دي اللي بيبقى فيها improper disposal للـ Carcinogens FDR يعني Carcinogens الـ Chemicals دي برضو they have been assisted to development of some cancers طيب الـ Lifestyle دي بقى نوت مهمة جدا يعني حتى احنا لازم نحتم بيها كافراد يعني Lifestyle has been linked برضو to development of some cancers مثلا الـ Diet الناس اللي بتاخد High Fat Diet الناس اللي بتاخد الـ Alcool كثير they have been associated with development of some cancers مش بس كده الناس اللي عندها improper handling لبعض الفودز زي مثلا الباربيكيود ميت طبعا هو خطير جدا لكن الباربيكيود نقصد بيها الحاجات اللي هي عارفين اللحوم اللي بتبقى مسودة شوية من حروفها بتبقى مقرمشة كده صريفة يعني بس هي بتكون لأسف مليانة حاجة اسماء هتيرو يعني الباربيكيود ميت أو اللحوم اللي بيتم شاوية مش بنقصد بيها بس حتى اللحوم الحيوانية لكن ممكن كمان الدواجن أو حتى بعض الأسماك لما بيتم حرقها شوية وهي بتتشاوي مثلا المناطق اللي هي تكون بيبقى فيها هتيرو كتيرة جدا ودي استابلش كارسينو جونس بتقيقي ضروري جدا انك اي حاجة بتلاقيها مسودة شوية كده أو تشارد في بعض الشاوي دي مفضل ان هي ما تبتكلش أبدا هتيرو سايكليك أميز من ضمن الكارسينو جونس مش بس كده كمان ودي نوت مهمة جدا لازم برضو كأفراد نكون عارفينها البلاستيك ليتش بلز من أخطر الحاجات اللي قد تؤدي إلى فهي بروف الكارسينو جونس برضو ليتش بلز فقط البلاستيك دي بتتلاع عند يعني مثلا حاجة باري الكلانة أو حاجة باري السادق أو حتى طبعا في بلاستيك أو مخصص للأكل بيكون في بعض الفيترز لكن موظم أنواي بلاستيك ممكن تبقى تبقى يعني الكارسينو جونس بس دي تطلع عند أو عند الحرارة عالية وبالتالي على موضوع طويل ممكن تؤدي إلى فدي نوت مهمة جدا لازم احنا كأفراد ننتبه ليها ننفع بقى الكلام ده في بعض الانفكشنز هبن لنكت برضو لديبلوب من اوف كانسر زي مثلان بالهارتيا على اللونغ ترم وديبلوب من اوف بلادر كانسر بالهارتيايزز ده كان برضو انتمك في مصر فالبلادر كانسر برضو بعد مدى طويل هسبن لنكت تويس تايب اوف انفكشن مش بس بقى بالهارتيايزز لكن في بعض البيروس وحتى البكتيريز هبن لنكت تويس تايب اوف سام كانسر ودي نوت مهمة جدا او دي اسوسيياشنز مهمة جدا من ضمن الفيروس اللي هبن لنكت تويس تايب اوف سام كانسر للسايتو ميجالو فيروس ده اسوسيات تويس تايب اوف حاجة اسمها كابوساي ساركوما بيها احجة اسمها ابستاين بار فيروس ابستاين بار فيروس ده برضو asociated with the development of birkit lymphoma hepatitis virus اللي هو الفيروس التهبي الوبئي ده has been linked with development of liver cancer برضو طيب والHIV الHIV اللي هو human immune deficiency virus الhuman immune deficiency virus ده بيؤدي الـ development of AIDS احنا كلنا عارفين l-acquard immuno-deficiency syndrome لكن كمان الـ HIV virus ده has been linked to development of حاجة اسمها AIDS-defining cancers وهما ثلاث أنواع حاجة اسمها Kaposi-Sarcoma حاجة اسمها Non-Hodgkin Lymphoma وحاجة اسمها Invasive Cervical Cancer دول اسمهم AIDS-defining cancers دي عبارة عن أنواع معينة من الـ cancers have been linked to the virus which is the HIV أو الـ Human Immuno-deficiency Viroces فالإكزامبلز دي من الـ cancers اللي linked للـ viral origin مهمة جداً برضو نكون عارفين طيب بعض الـ drugs برضو have cartelodrink potential زي إيه زي الـ diethyl stelpester وزي عبارة عن synthetic estrogen والـ oral contraceptives اللي بيكون فيها estrogen حتى ممكن ما يبقاش balanced بالـ progesterone الـ estrogen progesterone الحاجات السيرويدة اللي دي they have proliferative function يعني هم نفسهم كده they could be regarded as growth factors اللي بعد التشوز في الجسم فالـ drugs دي اللي كانت يعني اللي هي synthetic estrogen أو الحادة اللي كانت موجودة في الـ oral contraceptives دي عليها يعني دايلامة كبيرة جداً أو عليها controversial studies كده بتقول إنه كل ما الفترة اللي الفيميل تعرضت فيها الـ oral contraceptives كانت طويلة كل ما كان فيه great risk of development of some cancers زي cervical cancer مثلاً وبالتالي الـ oral contraceptives دي موضوع خطير جداً لازم نعرفه كويس ونعرفه كتير ونشوف الـ updates اللي حصلة فيه لأنه كده في studies بتقول إنه long-term exposure بتاع oral contraceptives في الفيميل أدى إلى development أو increased risk of development of cervical cancers cervical cancer اللي هو الـ cancer اللي بي-develop في النك بتاع الـ uterus regarding the objective of cancer therapies ممكن يبقى ليها objectives to cure to eradicate this cancer وده بيبقى curative intent يعني هنا الهدف الرئيسي من العلاج إنه إحنا نكيور ما يبقاش فيه الـ cancer ده مش موجود نعالج الشخص نهيل الشخص أو يبقى فيه objective تاني to prolong the life نلامج شوية بقى موضوع الـ growth ده الشخص مش هيقدر يبقى totally cured totally cured لكن هنا ممكن يعني يبقى فيه prolongation the life expectancy بتاعته ممكن يبقى فيه objective تالت وهو palliative objective والpalliative care دي اللي هي حاجة اللي علاقة بالhospice care برضو وده approach بصراحة وكورس يقصد لذاته يعني الـ palliation بتاع الpatient معناه إن احنا نمنج the symptoms unfavorable اللي عنده هو بيسفر منها at a time بمعنى إيه الـ palliative care ده حتى بيتامر الناس اللي خارجه من surgeries يبقى عندهم pain يبقى عندهم emesis بيقى عندهم مثلا angustic acne whatever اللي عنده يتم هدلتها يعني palliation اللي هو العناية بالشخص المفروض ان هو يستارت من بدري على فكرة مش at the end of life ولا حكا فده الـ approach الجديد regarding palliative care يعني لكن في بعض السيرابيس بتاعت الكانسر هي هدفها الرئيسي palliation يعني مجرد ان احنا نعتني بالشخص يعني لكن غالبا مش هيبقى في prolongation life expectancy ولا الموضوع هيبقى فالـ palliative care ده approach من الثيرابيس مهمته ان هو نعتني بالشخص نقلل suffering بتاعه لو كان في pain هنديله لو كان في بعض unfavorable signs related للكانسر بضغط على حاجة مؤدي الالم معين عامل مثلا obstruction للGIT whatever يعني ايه الحاجة unfavorable للخاصلة to be managed فده اسمه برضو palliative intent فيه كمان بعض انواع الـ cancer therapies بتبقى مهمتها والـ objective بتاعها prophylaxis اوكي to prophylact against the development of cancer وده approach مختلف تنامى عن الكور يعني تمام الكور ده حاجة حصلت وإحنا بنعليك لكن prophylaxis انه نمنع حدوث الحاجة دي تمام وده في high risk patients مش اي حد بيبقى في يعني perspectives وماية should be taken into account قبل ما الـ prophylactic treatment من ده to be started يبال objective therapy بتا cancer either cure prolongation of life palliative or prophylactic خبنا نفهم different targets او approaches بتاعت الكيمو therapy الـ intense بتاعت هل curative ولا palliative ولا اي بالزلط اولا كده ده علاقة ما بين tumor cell burden اللي هي قد اي cells موجودة يعني على time scale في الطبيعي ما فينش اي clinical signs هتبدأ تظهر على الشخص ولا حتى tumor mass بتاعت تبق physical detectable يعني clinician يقدر يحس بيها قبل ما tumor mass دي توصل حوالي 1 gram ودي بتبق comparable around 10 to the power 9 من السلس which is the least tumor burden لتكون بيه physically لتكتب الحاجة تتمسك يعني دي بتبقى في حجم small grape في الحالة دي احنا بنكلم في حوالي 1 billion cell وفي الحالة دي دي كده the inflection point اللي قبل ها مكانش فيه clinical signs على الشخص وبعدها هيبدأ يبقى فيه symptoms هيبقى فيه clinical manifestations الشخص هيبدأ يظهر عليه اعراض طيب النقطة دي مهمة جدا يعني عند النقطة دي كده هيبدأ الشخص يبقى فيه اعراض ويبدأ بقى فيه intervention وهكذا لو عاو عمل screening والدنيا زي قبل المرحلة دي برضو حاجة وبعدها حاجة تانية لان كمية cells زي ما احنا شايفين كده هتبقى يعني يحصلها proliferation في وقت قصير يعني هتوصل من 1 gram ل 1 kg mass في وقت اقل بكتير من لما كانت مفيش وصولا الى 1 gram لان طبعا number of cells هنا مختلف مختلف هنا فجابرة عن logarithmic scale طيب عند النقطة دي وكذا النقطة الفريقة يعني ممكن يحصل كذا intervention اولا ممكن يحصل surgery فيبدأ يحصل كده massive reduction to cellular burden tumor cell burden يقل كتير عشان الشخص عمل surgery shall cancer او يحصل radiation برضو radiation يتعرض الاشعاع فبردو يحصل كده massive reduction to the number of cells beyond او اقل من tumor cell burden ده curative intent valid يعني الشخص لو اخد chemotherapy ب different anti-cancer drugs هيبقى هنا في curative intent الدنيا صريفة جدا سواء كان في irradiation or surgery في البداية سواء بدأت كده من chemotherapy في البداية curative intent موجود المشكلة بتكون بقى لما الدنيا بتبقى اكتر بكتير شوية حبة كتير يعني من كل ما بتزيد كل ما الشخص كده بيبقى البروغنوز بتاعه مش افضل حاجة following chemotherapy يعني فالفكرة هنا على حسب tumor burden برضو ولكن يعني beyond 1 kg mass غالبا الشخص مش حيطول كتير يعني فبيبتدي هنا يبقى فيه عندي approach تاني غير curative intent which is palliative chemotherapy palliation هنا تمنج بقى السامتمز الخطيرة اللي عند الشخص اللي خليه يعني quality of life لاته مش افضل حاجة ممكن كمان survivor to be extended بس the patient eventually dies out of the disease لو كان tumor mass بتاعه كبير اكثر من 1 kg ف inflection point زريفة جدا يعني لو كل شخص كده وناثر بدأ يبقى فيه اعراض معينة بدأ يبقى فيه كده لمب كل كاعة من السلز هو بدأ يحس بيها وعمل بقى screening مضبوط في الوقت المناسب كل ما كان في screening early كل ما diagnosis has been validated early كل ما ال prognosis بتاع الكيمو ثرب يحييبقى كويس جدا modalities بتاع الكنcer اللي اسمه multi modality treatment يعني multi modality يعني بنستخدم فيه بيتعامل فيه radiation therapy بيتعامل فيه chemotherapy وممكن الشخص ياخد مع الكيمو therapy biological therapies اللي ممكن to encompass the therapies أو immunotherapy أو hormonal therapy فشوية options دول مع بعض كده دول اسمهم multi modality treatment نحن ما بنى تمش في علاج الكنcer على approach واحد فقط زي الكيمو therapy لا surgery مع الكيمو radiation مع الكيمو therapy مثلا كيمو therapy مع بعض biological drugs وهكذا فالapproaches المختلفة دي بتخلي فيه حاجة اسمها multi modality cancer treatment كتير جدا الanti cancer drugs based على هما بيتاخدوا ليه وبييتاخدوا امتى classes يعني ولكن دي من اهم الحاجات اللي لازم نكون عارفين اول حاجة كلمة معناها كيمو therapy used before surgery زي في حالات oste tumor cell burden اللي حيتشال بال surgery يقل شوية قبل ما surgical intervention ده تشيل يعني فده اسمه neoadjuvant approach ده بيتاخد قبل surgery زي في حالات osteo sarcom لكن الadjuvant chemotherapies دي تتاخد بعد surgery يعني بعد ما تشال cancer بال surgical intervention زي في حالات مثلا solid tumors breast colon lung في الحالة دي بيبقى كده micro metastasis يعني micro cells موجودة ممكن هي تكون nuclei عشان يحصل development تاني recurrence cancer أو distant metastasis وهكذا فلازم تشيل to be destroyed ازاي بقى من خلال الكيمو ثيرابي فده اسمه adjuvant therapies يعني تتاخد بعد surgery بتخلص من remaining microscopic malign cells surgery ماثر تشيل طيب في حاجة اسمها concurrent chemo radiotherapy يعني ايه يعني chemo therapy used concurrently في نفس الوقت مع radiation والradition concurrent chemo radiotherapy ده غالبا بيبقى في حالات lung والهد neck cancer و cervix cancer غالبا الهد neck cancers من اكتر الحاجات التي تعالى فيها concurrent chemo radiotherapy نتكلم على general principles بتاعت الكيمو therapy الlimitations كلنا عرفين side effects والlimitations بتاعت الكيمو therapeutics للأسف الشديد they are narrow therapeutic index drugs عندهم high toxicity profile بمعنى ان therapeutic index بتاعهم صغير وده معنى ان toxic dose بتاعتهم صغير فالmedian toxic dose divided by median effect dose which therapeutic index هيكون صغير وده معنى ان انا مقدرش تحرك براحة يعني مقدرش عليه dose قوي لانه فيه نار therapeutic index وhigh toxicity فده معنى انه في dose limiting toxicity بمعنى cannot use higher dose due to lethality or morbidity regarding drugs نفسها يعني drugs نفسها ممكن تؤدي الى untolerated side effects الشخص ما يستحملهاش او حتى نفسها هي تكون cause of mortality وده معنى dose limiting toxicity ماقدرش على dose بتاعت الكيمو therapeutic drugs تمام time selectivity they have poor selectivity للأسف احنا اتفانى انه ايدي الكيمو therapies مفروض تفارقة من cancer cells و non cancer cells ولكن للأسف هي بتعمل similar destruction لأي high rapidly growth fraction في الجسم والcancer بمعنى انه البون مارو بانه من fractions اللي عندها high growth fraction يعني هي بتشو rapid rate من cell division بتأثر جدا بالanti-tumor drugs وبالتالي هي بتأفكت healthy high growth fraction areas زي البون مارو ال skin ال hair follicles عشان كان الشخص بيحصل يعني alopecia ال sperm gastro intestinal tract بيتأثر لانه lining بتاعها من اكتر الحاجات برضو اللي بيحصل لها turn over سريع وبالتالي اي منطقة في الجسم بتشو high growth fraction هتتأثر similarly زيها زي الكنسر بالضبط فال poor selectivity بتاعت الكيمو therapies ال conventional العادية مش targeted بتؤدي ال manifestations كلنا عارفين طبعا انه بيحصل change في الباول habit يعني ممكن يحصل دائرية جامدة جدا ممكن يحصل constipation برضو بيبدأ يحصل sterility يعني sterility يعني عقد قد يكون مؤقت ممكن يحصل برضو طبعا كلنا بنشوف يعني loss للهير يحصل alfasia بيحصل مشاكل في skin بيحصل انه bone marrow بيتأثر كتير جدا وبالتالي عشان كده الشخص بيبدأ يشو cbc مختلف تماما يعني بيبقى الكاونت بتاع y plat cells قليل جدا الhemoglobin كمان بيتأثر جدا كل الحاجات دي بتحصل اولا فيه نوعين من الريزيستنس primary secondary primary resistance معناها انه الشخص he never responded to the anti cancer بمعنى بعض الاشخاص عندهم primary resistance بعض الكنcers never respond to chemotherapy وده بيقول انه فيه دور كبير جدا لفرماكو جينوميكس في treatment تات الكنسر فرماكو جينوميكس هو معناه يعني ببساطة انه مش كل الاشخاص بيريسبوند بنفس الشكل لنفس الدراج يعني one size does not fit all فالprimer resistance معناه انه في بعض الكنcers فيها جينوميكس المتيري المعينة بتخليها ما تقدرش انها ترسبوند للكمبنشن الكيمو ثيرابي ولكن اكتر انواع resistance being common هي secondary resistance وده بصراحة ده ممكن يعني كورس يقصد لزيته يعني الميكانزمات المختلفة بتاعت development of anti-tumor resistance كتيرة جدا يعني بعض الكنcers بترسبوند كويس للكمبنشن الكيمو ثيرابي البداية ولكن بعد تكرار الدوزين بيبدأ يحصل resistance ميكانزمات انفولفت كتيرة جدا من ضمنها حاجة رلاتت مثلا على السل سيرفس بعضها ممكن يكون رلاتت ل change في الجناتك ماتيريال mutation fee lp53 error corrector حاجات كتيرة بصراحة ميكانزمات كتيرة جدا طيب regarding side effects طبعا في general side effects الموظم الكمبنشن الكيمو ثيرابي ولكن كل كتيجري من الكيمو ثيرابي ممكن يبقى لها similar side effects ونحن هيدرسهم بالتفصيل ان شاء الله زي مثلا anthracyclines هيدرسهم بالتفصيل they cause cardiac toxicity which is related to the cumulative dose كلما بتزود الدوز كلما بيحصل cardio-toxic potential عالي جدا التوبولين interactive agents هيدرسهم ان شاء الله ونعرف الميكانزان بتاعتهم they are associated with neuropathy يعني ايه بتعمل مشكلة في النورز أو alkylating agents مثلا دي من اخطر الحقيقة alkylating agents they are carcinogens هم نفسهم they can induce secondary malignancies especially leukemia فال هم نفسهم carcinogens طبعا هم alkylating agents معناها بتعمل cross-linking كده للDNA بتسبب له alkylation وبالتالي يحصل هنا cessation للDNA replication وكل حيك ولكن على المدى الطويل ممكن to be associated with development of latent secondary malignancies side effects بتاعة anti-cancer drugs الconventional هي development of bone marrow suppression زي ما تفعل تفعل bone marrow من اكتر المناطق اللي فيها growth fraction عيني وبالتالي بيتأثر زيه زي tumor cells بالزبط بيبدأ يحصل severe reduction to blood cell count طبعا فين bone marrow مهمته formation بتاع different types بتاعة blood cells فيبدأ يحصل reduction to blood cell count والplatelet count ده بتسمى إيه لما بنقص كده في التحليل بتاع الشخص اللي بياخد cycle زي من كيمو ثرابي بنقرى الكلمة دي اللي هي neither which means انه هي وصلت the lowest detectable point recorded فبيحصل للشخص neutropenia thrombocytopenia وانيميا neutropenia يعني يعني يحصل reduction to white blood cells تعالج ازاي تعالج بحيقة اسمها colony stimulating factors دي الطبيعي كده colony stimulating factors دي هي naturally occurring compounds موجودة في الجسم مهمتها انه هي بتشتغل انه هي تزود white blood cells فاتعمل حاجة شبهها اسمها philgrastim وده عبارة عن granulocyte colon stimulating factor وفي other types اللي هي granulocyte macrophage colon stimulating factors برضو بتعالج neutropenia الثرومبوسايتو بينيا معنها thrombocytes اللي هي platelets بينيا معنها reduction فهنا حصل reduction للplatelet count اللي هي الصفائح دي بتتعالج ازاي بتتعالج بحيق اسمها aprelvicon thrombopoietic growth factor مهمته يعني انه بيدارك لكده stimulate production بتاع الplatelets بيزود الplatelet count ممكن يبقى فيه treatment option تانية وهي platelet concentrates نحن ننقل صفائح طيب في علاج الانيميا الانيميا بتحصل definitely as a sign of bone marrow suppression والانيميا نقصد بيها reduction بتاع الRPC والهيمoglobin فعلاجها ممكن يتم بتو approaches either انه الشخص ياخد حاجة زي الاريثرو protein او الدرب protein which is human recompense الاريثرو protein والاريثرو protein اللي مش عرف ده بيستيمel الاريثرو ويستيمel البروز بتاع division وست ال progenitor cells بالbone marrow عشان تinduce release بتاع reticulocytes من البون marrow into the blood streams وانه تتكون الاريثرو approach تاني وهو انه الشخص ده يتعمله blood transfusion عشان يعالج به الانيبي كل defect دي في blood count لازم تتصلح قبل cycle المقبلة من الكيمو therapy الكيمو therapy في الطبيعة بتتخذ cycles يعني مثلا كل اسبوع الشخص ياخد حاجة او كل تتصبيع حسب الرجيم فلازم التحديق بتاعه تتزبط قبل ما ياخد cycle المقبل ده من side effects برضو digestive tract problems انتفقنا انه digestive tract من high growth fractions اللي بتتأثر برضو بالconventional كيمو therapy ممكن يحصل stomatitis which is inflammation of the oral mucosa ده للأسف بيكون very painful ممكن يحصل diarrhea ودي احيانا بتبقى dose limiting بمعنى انه في بعض الـ anti-cancer بتبقى مشهورة انها بتعمل severe diarrhea لدرجة الشخص ممكن ما يتحمله واكتر حاجة being common هي nausea والvomiting من اكتر الحاجات being reported والرجمة بتاعت علاجهم available وليها الـ guidelines بتاعتها وكل حاجة طيب ايه هو الميكانزم involved in chemotherapy induced vomiting اكتر من حاجة including the stimulation of the chemoreceptor trigger zone ودي منطقة موجودة في الـ دي مسؤولة عن amnesis او عن vomiting بيحصل release للسريطون في GIT والسريطون نحن عارفين ان عنده different types من receptors بيشتغل عليها the one involved here هو 5HT3 receptors دي بستيميليت حاجة اسمها vagal afference بتؤدي الى gastric atony و inhibition of prestalsis وتؤدي لإحساس الشخص بالنوزيا او بالغسيان طيب نشرحه بقى كده على الدياجرام عشان نفهم بالصبت اللي بيحصل الكيموثيرابي induced nausea and vomiting ممكن نقسمه delayed او acute بمعنى انه بيحصل حاجة اسمها acute nausea and vomiting وفي delayed يعني بتحصل بعد cycle مثلا بيومين 3 طيب دي ليها ميكاناسب والأكيوت ليها ميكاناسب الأكيوت او الperipheral pathway هو المين pathway involved في الأكيوت phase of chemotherapy induced nausea and vomiting هو المين سايد بتاعه وبيحصل في الGIT نفسه على الليفل بتاع الGIT مش على الليفل بتاع الbrain طيب سمتلي اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل الكيموثيرابي بتؤدي الى الاستيميوريشن بتاع الانتيرو كروميفين لك cells ودي cells موجودة في الGIT مسؤوليت انه تريليز السريطون فبيحصل السريطون والسريطون ساعتها بيشتعل post-synaptically على ال vagal afferent من خلال 5HT3 receptors يعني السريطون بيأكتيبات ال 5HT3 receptors اللي لكيتد على ال vagal afferent كلمة afferent يعني رايح على السيناس ال vagal afferent neurons خلاص have been activated فساعتها يبدأ يحصل reduction يعني يبدأ يحصل إحساس الشخص بالغاثيان ويبدأ هنا يبدأ development of nausea and vomiting ده peripheral pathway في central pathway بقى دائريك لكينا ان كيمو therapeutics دي بيبقى لها action على area post-trema دي موجودة في vomiting center في الميدالة يعني في CNS فتبدأ تأكتيبات ال vagal nerve ان هو release حاجة اسمها substance p وsubstance p ده بيأكتع على حاجة اسمها neurocinean receptor subtype one بيبدأ برضو يحصل يعني development من الكيمو therapy induced nausea and vomiting بس ده central pathway involved في delayed phase of chemotherapy وده الماجور site بتاعه في البريق to cut it short الكيمو therapy induced nausea and vomiting could be acute or delayed الأكيوت peripherally developed delayed mainly centrally developed المين receptors here involved هما 5HT3 receptors وفي delayed mainly هيكون neurocinean receptor subtype one في other side effects للأسف common زي infection الشخص بيكون امانة بالinfection اكتر زي الالوبيش which is hair loss كلنا بنشوف طبعا حتى في الاعلانات regarding anti-cancer drugs دي من اكتر الساينس اللي بتحصل لانه hair follicles من high growth fraction في reproductive side effects ودي مهمة جدا to be fully discussed مع الشخص اللي في fertile age قبل ما ياخد الكيمو ثرابيا لانه بعض cytotoxic drug ممكن تؤدي الى impairment في fertility ممكن تؤدي الى fetal abnormalities ممكن تؤدي الى sterility في males طيب هل infertility دي هتبقى مؤقتة ولا permanent ده هيعتمد على الدرغز اللي بتاخد في الرجمن هيعتمد على الدوزس هيعتمد على الـ age بتاع الشخص اللي بياخد الكيمو ثرابيا ولكن permanent infertility is more likely to happen لو الشخص هياخد high dose some chemotherapy drugs can affect حتى neurones بتاعت الجنital area وعشان كده reproductive issues related للكيمو therapy should be fully and frankly discussed مع الشخص اللي هياخد كيمو therapy وهو في fertile age الـ hyper yorecemia معناها increase filiuric acid level في البلاد ودي بتحصل لبعض following some anti cancer drugs ودي لها management بتاعها من خلال anti hyper yorecemic agents مثلا zay alop yore nore ولكن هو مش compatible مع some regimens وبالتالي لازم كده يبقى في يتاخد في الاعتبار يعني هو بياخد which regimens فإنفع يتاخد مع alop yore nore طيب في مشكلة تانية related extra phasation كلمة extra phasation معناها leakage إنه some drug تتسرب يعني من الفين اللي بتتحقن فيه هل دي مشكلة مشكلة لو الدراج اللي بيتحقن phasicent drug يعني phasicent يعني very irritant يعني حارق يعني بيسبب cell damage على طول لو الدراج اللي حصل بال extravasation ده phasicent drug ده بيؤدي إلى permanent tissue damage في surround tissue بيكون very painful وبيتكحت على طول يعني بيبقى لها procedure بتاعتها طبعا البasicent drugs بتكون معروفة وبالتالي في الرجمن اللي بتاخد بيبقى لها protocol المختلفة بتاعتها عشان ما يحصل موضوع الاكترافزيشن ده وعشان يتلحق الشخص ده لو حصل اي extravasation following vasicent drug في some drug specific side effects وفي حتى carcinogenic potential لبعض ال patient sensitive فالside effects يعني بصروح كتير جدا related لل anti cancer كيمotherape side effects كتير related للكيمotherape ففي supportive approaches كتير برضو للمانage بتاع side effects من اكتر الحاجات being common هو supportive therapy related للكيمotherape induced nausea and vomiting فبنستخدم anti-immatics اشهرهم هما 5HT3 receptor antagonists اللي هما citrons granny citron undancitron وال longer duration member اللي هو ballonocitron tropicitron all of these are 5HT3 receptor antagonists وبالتالي هما very very effective في علاج الكيمotherape induced nausea and vomiting زي ما اتفقنا الميكانزم بتساعد في anti-immatic potential بتاع Dixamethasone ولكن يظل من اهم الدرقز اللي بتستخدم في علاج الكيمotherape induced nausea and vomiting في في category تانية اللي هي D2 receptor blockers زي Prochlor pyrazine ده first generation antipsychotic بما انه first generation فكان عنده start effects كتير بس start effects كتير بتاعته دي بدين فاع هنا هو الحقيقة بي block D2 receptors في الbrain ولكن هو من اكتر الدرقز effective في علاج الكيمotherape induced nausea vomiting من خلال start effects بتاع يعني هو عنده antigenistic activity على histaminological receptors على cholinergic receptors حتى على نور aglinergic receptors ولكن هو anti-immatic drug بيستضم في البروتوكولز برضو بتاعت الكيمotherape induced nausea vomiting بقى الanti-immatics دي بنستضم واحد لوحده لا هم بيتخذ اسكوكري لكده غالبا 2 or 3 drugs combination على حسب الanti-immatic potential بتاع الكيمotherape مش كل الـ drugs الكيمotherape ليها anti-immatic potential زي بعضها في حاجات عندها اميتوجينيستي عالية جدا وحاجات قليلة فعلى حسب الرجل من الشخص هياخده بياخد كده tailored cocktail من الanti-immatics بيبقى كده ما بين citrons ال 5HG3 receptor antagonist مع الجلوب corticoids اللي هو ديكساميسازون زي ما اتفقنا ممكن يبقى معهم كمان حاجة زي البروكلوربيرازين ممكن يبقى معهم حاجة زي neurokinine receptor antagonist neurokinine type 1 receptor antagonist اللي هو aprepitant مهم جدا نتكون عارف اسمه برضو الحاجات دي كلها could be tailored كده على حسب الاميتوجينيك potential بتاع الكيمو ثيرابي عشان نوقف side effect الخطير ده supportive therapies برضو اليوس بتاع ال prophylactic antibiotics بتعليك هكذا اسمها febronitropinia febronitropinia دي common في بعض الكيمو therapeutic drugs غالبا بتستخدم لها منبر من الفلورو kinolone فالantibiotic prophylaxis من ضمن supportive therapies في بعض الرجمز ممكن كمان الhyperheurocemia تبين منج جزائي متفانة بالالو purenol أو حتى منبر من الanti-hyperheurocemia drugs التانيين في approaches تانية زي intra parenteral nutrition pain management psychological support which is very very important في علاج الكانسر الحياة كل واحد من دول يعني طول شرحه بردو ولكن ضمن الapproaches بتاعة supportive treatments نحن قمرنا ما سنقدر نفهم الهميكالازم باكشن بتاع موظم الanti-cancer drug without quick recab على cell cycle ونعرف مين هم الpromotors والinhibitors بتاع cell cycle السلساكل هي process of division allowing the duplication of cells اللي بيكون فيها daughter cells هم هم the same as starting mother cells اي بقى malfunction في cell cycle regulation ممكن تؤدي الى development of cancer or any other disorders طيب السلساكل اصلا بتتكون من ايه السلساكل عبارة عن four phases mainly بيبقى اسمهم G1 G1 اللي هي gap 1 followed by S phase اسمها census phase followed by gap 2 and followed by mitosis ولو الcell قرارت كده ان هي تستريح شوية ومتعملش cell division بتexit الفور phases دول وتروح لحاجة اسمها G0 phase طيب واحدة واحدة بقى كل phase من دول اللي هي بصبت G1 D اللي هي gap 1 بيحصل فيها enzymes needed for DNA senses ال S بيحصل فيها replication للDNA ويحصل فيها DNA senses ال G2 او gap 2 phase بيحصل فيها senses للcellular components required for mitosis يعني هنا تكون dna نسخة تانية بس انا عايز بقية السل فأتدخل في gap 2 تكون بقية السل وصولا الى mitotic phase اللي بيحصل فيها actual cell division لو الcell قررت ناتي استرية حت go through G0 phase اللي هي resting state السل فيها is not dividing طيب many cytotoxic drugs ممكن to act by damaging dna بحت اشتغل على which phase اشتغل على s phase في بعض الدرقز الثانية زي الvinca alcaloids والتaxins احنا هندرسهم مع بعض they block the formation of functional mitotic spindle يبدو بيشتغلوا في lm phase it depends طيب these agents are most effective on cells entering mitosis اللي هما الvinca alcaloids والtaxins ان شاء الله هندرسهم وبالتالي لو انا عندي cell في phase معينة ممكن تكون vulnerable اكتر لكاتيجوري من anti-cancer drugs عما كده human cancers are most susceptible to chemotherapy هما human cancers اللي عندهم high percentage من proliferating cells اللي بتاعهم سريع usually in normal cells اللي بتprofilate rapidly زي bone marrow والhair follicles والintestinal epithelium زي ما اتفقنا الhigh growth fraction cells هما كمان susceptible للdamaged bicep trucks and drugs زي يوم زي tumor cells ولكن slowly growing tumors في بعض tumors عندهم slow growth compared with other tumors نسبيا تمام relative لي زي مثلا non small cell lung cancer أو الكارسينومus بتاع الكولون they may be less responsive to cell cycle specific drugs طيب ايه بقى موضوع cell specific drugs ده شيء خطير جدا احنا ممكن نقسم anti cancer drugs based على هل هم اليوم علاقة يعني بالفيز بتاع cell cycle فيبقى اسموهم cell cycle specific او مالهمش علاقة بقى يشتغلوا على اي حاجة مالهمش علاقة الفيز اللي شغالة فبيبقى اسموهم cell cycle non specific drugs ودول هندرسكم برضو بالتابسي المعود بي حاجة بس مهمة جدا لازم نكون عارفينها حاجة اسمها cyclic dependent kinesis من غير الactivation بتاع specific cyclic dependent kinesis طيب الactive form بتاع cyclic dependent kinesis بتقبل مع corresponding regulatory proteins اللي اسموهم cyclins يبقى cyclic dependent kinesis لما تكون active بتبقى مسكة في corresponding cyclins بتاعتها وساعتها تقدر تعمل transition للثل من فيز الى فيز اخرى في cell cycle طيب الprolithere type cyc dependent kinesis could be inhabited by inhibitory proteins زى حيقة اسمها P16 INK 4A which is a tumor suppressor الحقيقة هو مهم despite يعني انه molecular targets دي ممكن تكون شوال صعبة في الترمينولوجي بتاعتها الى انها بصراحة مهمة جدا وبقت دلوقتي targets تبدو حتى ناك كلاسيكية في بعض treatment regimens وبالتالي يجب نكون عارفين لا صافيا طيب يبقى الcycline kinesis هل هي proliferative ولا inhibitory هل هي بتعمل cell division growth ولا العكس لا هي بتعمل proliferation طيب الproliferative cycline kinesis دي بتبقى inhibitory z زي يعني قوة الجسم هي balanced بإي من خلال inhibitory proteins كده بتتقت as tumor suppressors اسمها P16 INK 4A طيب tumor cells often exhibit mutation or loss of function of these inhibitory tumor suppressor genes اللي هي P16 INK وكمان ممكن show mutation في other inhibitory components زي retinoplastoma proteins إذا موضوع retinoplastoma ده زي P16 INK 4A برضو ده برا عن inhibitory factor يعني retinoplastoma proteins or P69 K4 ده عبارة عن inhibitory factors بتbalance proliferative cycling independent kinases اللي normally هي بتشجع transition بتاع cell cycle الحقيقة احنا لو حابينا نفهم اكتر عن role بتاع cycle independent kinases فاحنا لازم نفهم اكتر شوية عن cell cycle الحقيقة في تفاصيل كتير جدا related لحيقة اسمها cell cycle checkpoints احنا خلاص عرفنا ان المفروض cell cycle من G1 gap 1 through the S phase and then G2 and then mitosis فالحقيقة في three major cell cycle checkpoints اللي المكتوب عنهم stop دول يعني في checkpoint بين G1 و S في checkpoint بين G2 و M وفي checkpoint عند M phase طيب يعني اي checkpoint cell cycle checkpoints ده عبارة عن اي ده عبارة عن areas او مراحل بت monitor DNA integrity بمعنى انه كل transition point في cell cycle في specific proteins زي مثلا P53 اللي هو guardian of the chromosome في others proteins في other proteins بتعمل ايه بت monitor integrity بتاعت الDNA تتأكد انه اسناء الprogression بتاع cell cycle ده الDNA is error free تمام بحيس انه ساعتها daughter cells تكون similar the same to the other cells ما بتكونش فيها اي mutation او genetic operation خلوس يبقى cell cycle checkpoints هي مناطق بيحصل فيها halting للprogression بتاع cell cycle from one face to another لحد ما الcell تتأكد انه مفيش damaged DNA تمام كده طيب في حاجات كتير جدا لها علاقة ب cell cycle checkpoints proteins كتير جدا والحقيقة هم دلوقتي very very intriguing targets كtherapies للكانسر اشهرهم اللي احنا بندرسه دلوقتي cycling dependent kinase inhibitors اللي هي CDK 4 6 inhibitors الحقيقة هم دول recently approved for treatment of certain breast cancers طيب عشان نفهم اكتر هم بيشتغلوا ازاي ممكن اقولكم سريعا كده انه في كذا step اولا retinoplastoma protein which is inhibitory protein بيبقى ميسك في certain transcription factor transcription factor اللي هو E2 F1 ده مهمته الاساسية انه هو يعمل proteins this gene يعني بيينكود certain proteins اللي هو E2 F1 البروتين دي بتعمل progression للسل cycle from the G1 to the S phase خلص يعني ده بيينكود proteins لعلاقة بالtransition بتاع السل cycle into the S phase يعني ده transcription factor يعني ده المفروض انه proliferative عاوز السل cycle تمشي عاوز يحصل DNA replication والسل cycle يحصل لها division خلاص كده طيب جميل طيب المفروض انه ريتينو بلاستوما protein بيربراس transcription factor ده ماسكو مش مخلي يشتغل خلاص كده المفروض انه ما يحصل ش دل وقت السنسل بتاع البروتين طيب هوا هيسيبو امتا لو ريتينو بلاستوما ده became phosphorylated طيب مين حيخال لي phosphorylated آه cycle independent kinaseous وهي active cycle indeed which is certain protein لو هو ماسك في cycle independent kinaseous ساعتها هتكون active وبقى انها kinaseous هتعمل phosphorylation هتعمل phosphorylation لل ريتينو بلاستوما protein هيبقين active ما يقدرش ساعتها يعمل repression لل E2 F1 وساعتها يبقى E2 F1 ده active وfree ويبدأ انه يعمل encode يعني أو senses للبروتين اللي ليها علاقة بالdevelopment بتاع السل cycle into the S phase يعني يصلك progression أو proliferation طيب يبقى السل cycle independent kinaseous 4 6 لو انا منعتها via drugs مثلا من برا ساعتها الموضو ده مش هيتم وساعتها هيحصل halting لل cell cycle وساعتها مش هيحصل progression من G1 لل S phase وده فعلا اللي بيحصل بال abemansyclib ryphosyclim وال pulpocyclyb الدراجز دي بتعمل G1 arrest بتخلي السل cycle تقف في مرحلة G1 وما ما يحصلهاش progression أو transition into the S phase تمام ممكن يعني خلاص to cut it short يعني إنه ال retinoplastoma protein ده inhibitory ال E2 F1 ده proliferative ال cycling dependent kinase وهي في ال active form بتكون proliferative في حاجات برضو intracellular بتعملها halting يعني هي نفسها برضو بتكون inhibitory زي ال B16 INK تفقنا وفي others many others واللي مطلوب منك تعرفوا إنه cycling dependent kinase دول CDK 46 بزداد دول attractive target للك therapeutic cell cancer because they control cell cycle progression from the G1 to the S phase وإنه ال interaction بتاع cycling D with CDK 46 بيعمل phosphorylation و inactivation لل retinoplastoma proteins اللي هي inhibitory فيبدأ يعمل transcription لل factors which control transition into the S phase خلاص بس كت CDK 46 inhibition دي دلوقتي بتعمل إيه؟ بتعمل arrest لل cell cycle في G1 phase طيب CDK 46 inhibitors زي الأبماسيكليب مثلا دي approved for treatment of certain breast cancers وإنه cell cycle checkpoints زي ما اتفعنا بتmonitor الDNA integrity في كل مرحلة من مراحل cell cycle specific proteins زي P53 مثلا and many others بتmonitor الDNA integrity إنه مفيش error طيب لو الspecific proteins دي بتكون mutated or absent ساعتها إيلا هيحصل ساعتها الdamaged cells اللي فيها erroneous DNA مش هتgo through الapoptotic pathway وإنما هيحصلها replication عادي جدا وتproceed through S phase ويحصل ها mitosis بس الدكتور cells هتبقى عاملة ازاي هتكون mutated and possibly كمان drug resistant subpopulation ودي حتبقى cancerous cells طيب regarding classification بتايا الanti-cancer drugs they could be classified according to the mechanism of action or accordingly targets title الحقيقة السلائد very early نحن نكون فهمين منها حيجة دلوقتي ولكن الحقيقة أنا حبيت أكون واضحة من البداية أنه الميكانism according to target بتاعهم ممكن إن شاء الله في آخر أو نهاية الكورس بتاع anti-cancer drugs نبدأ أن نحن نبص على السلائد دي مرة تانية أعتقد أن ممكن تكون well apprehended بالنسبة لنا وقتها إن شاء الله لكن دلوقتي خليها كده أنا حبيكم بس تعرفوا إنه في different phases ممكن anti-cancer drug يشتغل عليهم من أول building blocks بتاعت الDNA وصولا إلى عملية حتى cellular differentiation فهيا في targets كتيرة جدا في النص ممكن دول to be intervened من خلال drugs عشان تمنع الكنسر فأنا كمان إنه anti-cancer drugs could be classified into cell-cycle specific or cell-cycling non-specific drugs الcell-cycle specific معنى نحن بتارجد phase معينة من 4 phases بتوع الcell cycle زي الانتي metabolites البليوميز نقي توقصايد ربين كالكالوز دول حالدرس من شاء الله والcell-cycle specific drugs بما إنها بتشتعل على phase معينة من cell-cycle فهي بتكون effective لل high growth fraction malignancies المالignancies اللي non-specific drugs دي بتشتغل بقى على أي malignancy سواء كانت low growth fraction سواء كانت high growth fraction malignancy لأنها مالهاش علاقة بالcell cycle مالهاش علاقة بالphase بتاع cell cycle وبالتالي هي بتشتغل على أي سال وده فعلا valid بالنسبة لل anti-tumor antibiotics cisplatin and nitros ureus ودول هندرسهم بتفصيل إن شاء الله فto cut it short لازم تكونوا عرفين إنه في حاجة سما cell cycle specific وcell cycle non-specific anti-cancer drugs ودي comparison بسيطة وبين cell cycle specific وcell cycle non-specific drugs cell cycle specific تفعنا إن هي بeffectively rapidly proliferating cells زي leukemias ولي lymphomas toxic to a specific phase بت require long presence prolonged infusion multiple dosing كثير قوي اللي فقص بتاعتهم comparatively relatively weaker cell cycle non-specific drugs they can act during any phase من cell cycle حتى G0 phase اللي السل فيها is not dividing of arresting cells هي مالهاش علاقة بالفاز بتاعت السل cycle ومعظم anti-tumor antibiotics مع عدى البليوميس regarding the chemotherapy modalities غالبا chemotherapy cycles مش بت encompass single drug غالبا بيت عمل combination من different anti-cancers مع بعض الهدف من combination chemotherapy modalities إنه يبقى فيه suppression لل drug resistance تفعنا دي من أكتر المشاكل اللي بتواجه لل anti-cancer therapies increase cancer kill rates and to reduce systemic toxicity بما إني هستخدم دوزز قليلة من مثلا 3 drugs مع بعض وممكن ساعدها إنه الدوز منها شغيرة شوية تكون toxicity profile بتاع كل واحدة أقل شوية طيب أنا عشان أحط مثلا regimen فيه 3 أو 4 anti-cancers drugs مع بعض هل في selection criteria لل combination دي لازم أول حيجة إنه كل drug لازم يكون effective لوحده وإنه كل drug من دول يبقى ليه mechanism of action عن drug الثاني وبإن ليه different mechanism of action فطبيعي يكون عنده different toxicity profile أو حتى على المنimal overlapping toxicity أحيانا بيكون في common toxicity profile كذا anti-cancer drug ولكن يكون في minimal overlapping toxicity يعني ما يبقى عندي well established toxic profile sign معينة side effect معينة drug أحطه مع حاجة شبهه كثير في التوكسيستي بتاعته في نفس الرجمن the site of action of anti-cancers هنبدأ نعمل classification ونبدأ ندرس بعض different classes من anti-cancer drugs أول واحدة anti-metabolites هندرس بعدها ال accylating agents هناخد mitotic inhibitors وبعدها هناخد anti-tumor antibiotics هناخد ال endocrine therapy أو hormonal anti-cancer drugs وصولا إلى biological response modifiers أو miscellaneous anti-cancer drugs وإن شاء الله هنخفري بعدها هندرس signal transduction inhibitors وال immunotherapy وال different therapies بتاعت ال cancer الفكر ده بيوضح examples الممكن تأثر على RNA وال DNA والحياء it's too early برضو نحن نبص عليهم دلوقتي لكن أنا بتعمل ان هما يكونوا موجودين من البداية عشان تعرف انه يكون عندك فكرة في الأول ان احنا عندنا different stages ممكن نترجط فيهم ال progression بتاع cell division من اول حتى ال building blocks بتاعت ال DNA وصولا ال expression بتاعت proteins و development of certain differentiation phases أو metabolic profile معين فالحقيقة متعددة جدا فالحد ما الفيجرز دي بتلخص روية بتاع different classes من ال anti cancer drugs اللي هن 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 درس بس هن 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 ترجع لما نخلص الفرما الج بتاع drugs دي hopefully ان شاء الله داي لخص لك شوية احنا كنا متكلم فيه class من anti cancer drugs هن هن هم anti metabolites anti metabolites دي بت interfere with the pyrene or pyrimidine nucleotides يعني دي تشتعل على building blocks بتاعت DNA pyrene pyrimidine nucleotides اللي هما من اللي هما 4 pieces بتقول DNA اللي هما 2 pyrimidines الثايمين والسايتوزين وال2 pyrene الجوانين والأدينين هي بت inhabit بتاعت building blocks دي بتاعت الDNA الRNA ممكن يكون مختلف عن الDNA في موضوع اليuracil اعتقد كلنا عندنا نفس المعلومة دي ان فيها يuracil بدل للسايمين يبقى احنا عندنا 2 pyrimidine وتو pyrene nucleotides الثايمين السايتوزين وكمان الادينين جوانين حلو يبقى دولة target بتاع الانتي metabolites مش طالوا زيب الانتي metabolites دولة الاستراتيج بتاع الانيبشن of DNA senses based على ability of these drugs to create analogs of these precursors which really enter التومر cell become activated intracellular يعني انا بوفر building blocks faulty بدي analogs للpyrimidines او analogs لل pyurines بحيس انها لما تدخل بقى في عملية DNA senses الانزاميز اللي موجودة تتفاجئ ان احنا وفرنا لها faulty building block فيقف عملية DNA replication يبقى هي بيزدع ability to create analogs من these precursors اللي هما pyrimidines او pyurines بتدخل جوة tumor cell وبتشتغل وبتدخل في DNA senses بس ساعتها بتوقف على طول ما بيبدأش يحصل هنا عملية DNA senses عشان كده الانتي metabolites دي S-phase specific drugs they are S-phase specific drugs زي يمين ثري ساب كلاسيس هندرسهم بتفصيل الفوليت antagonist الpyrimidine analogs الpyurine analogs وهم دول ثري كلاسيس بتوع الانتي metabolites ان شاء الله هندرس دلوقتي الفوليت antagonist يبقى احنا كده متفقين الانتي metabolites دي عبر عن analogs للنور metabolites اللي هي الpyurine والpyrimidines بتبع incorporated في الDNA والRNA senses بتؤدي الى تكوين abnormal nucleic acids و inhibition of enzymes involved في nucleotide biosensors وال cessation of DNA senses ساعت نوع فور نالج يعني الصيتوزين building blocks في شبه اللي هو الكابستابين القوانين في 6 مركب تو بيورين دي بيبقى قوانين analog الفايف fluor uracil دي بيبقى في حيجة زي cladribine او fludrabine دي بتكون adenine analogs فهي بتشتغل از 40 building blocks للDNA اول سبكلاس من الانتي metabolites هم الانتي folates والدراج الاشهر هو الميتو تريكس او اسمه تجاري folics في دراكس ثانية موجودة برضو شابه الميتو تريكس زي البرمتريكس والبرالتريكس بس اهمهم ونحن نشرح بالتفصيل هو الميتو تريكس الانتي folates دي كلاس من الانتي metabolites بتانتاج الاخشن بتاع الفوليك اسد الفوليك اسد ده فيتامين بي 9 كلنا عارفين انه هو ده essential co-factor needed في القسم طب هو نيد اللي ايه بقى بالزبط الفوليك اسد ده essential dietary factor converted جوه القسم باي enzymatic reduction لحاجة اسمها tetrahydrofolate مين اللي بيعمل tetrahydrofolate انزيم اسمه dihydrofolate reductase من اسمه dihydrofolate reductase بيعمل reduction بيعمل reduction لفوليك اسد ويكوني حاجة اسمها tetrahydrofolate tetrahydrofolate cofactors دي بقى بتوفر methyl groups which are needed for the senses of precursors of dna وRNA كمان طيب الميتيتريكسيت وظيفته ايه الميتيتريكسيت ده folate انالوج يعني شبه بتاع folic acid بس مختلف شوية بحيس انه لما يدخل جوه الجسم ويبدأ يحصل بال dihydrofolate reductase ساعتها dihydrofolate reductase حيشوف ان هو شغيع على substrate مختلف فيحصل inhibition لل dihydrofolate reductase وما يبقاش في الميتيتريكسيت needed for the census of precursors of dna فقطقف عملية dna census يبقى الميتيتريكسيت بيشتغل على which target بيينهابت dihydrofolate reductase بيينهابت dhfr الميكاناس بتاع الميتيتريكسيت ده منتفقنا ده folate analوج بيأكتع الانزايم ده هو المسؤول عن تحويل الفوليك أسد into its only active form اللي هو التترا هيدرو فوليت يبقى التترا هيدرو فوليك أسد هو الفورم الوحيد الاكتف من الفوليك أسد طيب لو حصل بقى ان شخص كان بياخد ميتيتريكسيت وبدأ انها اكسابد باري باري توكسيك بروفايل يعني عنده توكسيك عالية من الميتيتريكسيت ساعتها ممكن الشخص ده ياخد حاجة تخفف شوية بتاعت الميتيتريكسيت تفتكروا هتكون ايه هي هتكون حاجة شبه بقى الفوليت بس شغالة حقيقية يعني تمام هتكون يعني فوليك أسد مثلا فهو ده فعلا بيحصل لو الشخص كان بيشو أوفرول من الميتيتريكسيت ساعتها ممكن يتلحق شوية بحاجة اسمها اليوكوفورين اليوكوفورين ده من الفوليك وبالتالي هو مش محتاج الضائح دروفوليت ريدا في حاجة وبالتالي لو الميتيتريكسيت قفل الانزايم ده فخلاص مش مشكلة ممكن نديله اليوكوفورين فننقذه عشان كده اسمه اليوكوفورين رسكيو في البيشنس وهو شو يعني overwhelming toxic profile من الميتيتريكسيت دي وسيلة او اليوكوفورين ده دراج رجول as antidote الميتيتريكسيت antidote الميتيتريكسيت لان ده reduced فوليت اليوكوفورين ده اسمه تاني هو الفولينic acid which is the N5 form من التترا هيدرو فوليت في دراج تانية تفان هيا زي الميتيتريكسيت هي انتي فوليت بردو ده عبارة عن antimetabolite شبه الميكانيز باكشن 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 عادي بس برضو بيينهابط حاجة اسمه thymidylate يبقى تاني هنا البرميتريكسيت عنده 2 targets الداي هيدرو فوليت وكمان thymidylate بيوقف هم وبالتالي بيوقف عملية الDNA سنس والبرالتريكسيت ده شبه كتير الميكانيز باكشن بتاع الميتريكسيت عادي هو antimetabolite بيينهابط الDNA hydrofolate reductase لوقتي الطبيعي اللي من خلاله الفوليت اصلا كان بتشتغل انه المفروض الفوليت source جوه لتارجت سل بيبدأ يحصل من خلال الDNA hydrofolate reductase into dihydrofolic est اللي هو FH2 further reduction step بنفس الانزيم اللي هو الDNA hydrofolate دا الحلو بقى دا اللي بيقدر يوفر methyl group needed for the senses of the building blocks of the DNA الاثينين جوانين سايمين مثيونين كل حاجة طيب انا لو قفت بقى الpathway دا اقدر اوقفوا من خلال الميتريكسيت اللي بيمنع الstep دي والstep دي فيفضل بقى الفوليت ساعتها خلاص بقى مش reduce فما يشتغلش يبقى الميتريكسيت ادتوكسيسيتي بروفايل عالية في شخص ما وحبنا ننقذو المفروض ممكن نديله اليوكوفرين واليوكوفرين دا readily reduced form من الترا هيدروفوليت فورم مختلف شوية هو N5-4-mile تترا هيدروفوليت يعني هو بيشتغل برضو يعني ساعتها هيقدر يوفر المثال group needed for the senses of the building blocks of the DNA بتاعة الميتريكسيت هي كتيرة جدا بصراح هذا من أكتر الanti-cancel drugs اللي ممكن يكون موجود في كتير من الرجيمين فهو بيستخدم في الليمفوبلاستيك لوكيمياز مثلا في الرجيم المعين كده اسمه pump والpump دا بيبقى تصور كده كذا دراج مع بعض يعني في رجيم اسمه pump اللي هو prednisone ODT stands for oncovine M stands for methotrexate و P stands for purine ethore ان شاء الله هندرسهم فدلوقتي الميتاتريكسيت دا واحد من pump رجيم وده بيستخدم للأكيوت lymphoplastic leukemias في الأطفال كمان بيستخدم في الكوريو كارسينوما والتيراتوما وهنعرف هم ايه في النان هلجيكن وبركتس لينفوما ودي أنواع مختلفة من الليمفوما في الأطفال وكمان في عدد كبير من solid tumors اللي هي في soft tissues يعني زي breast واخري فالإنديكيش استخدم كتير جدا يعني هو بيستخدم في كتير من أنواع الكانسر كمان بقى other indications في low doses وده معنا الميتاتريكسيت لtwo doses في حاجة اسمها high dose methotrexate ودي استخدم for anti cancer purpose لكن اللو dose methotrexate دي very common برضو لازم نكون عارفين هو بيستخدم في أنواع معينة من autoimmune disorders زي psoriasis زي crons disease rheumatoid arthritis refractory asthma بعد أنواع autoimmune disorders لازم تكون عارف الميتاتريكسيت من ضمن anti-cancer drugs الأوليالين جدا اللي لهم different routes of administration ينفع oral ينفع IV ينفع intracycal وينفع intramuscular يعني اي بقى كوري كارسينومو يعني اي تيراتومال احنا تفقنا كلمة كارسينومو معناها أنه دي نوع من أنواع الكنسر بتإنشيات في epithelial cells وتابع ابتالي epithelial cells دي بتاعت اي الكوريو كارسينومو دي نوع من أنواع الكنسر germ cell line يعني اي يعني دي نوع من أنواع الكنسر اللي بتإنشيات في germline producing cells اللي هي الcells اللي بتعمل الجاميس تفقنا الأوفا cells دي أنواع من عائنا من السلز في الطبيعي بتبقى موجودها في البلاسينط الكوريو كارسينومو طائب من cancer germ cell containing trophoblast عشان كده في نوعين من الكوريو كارسينومو نوع gestational ونوع مش gestational يعني gestational يعني يعني علاقة بالpregnancy وده بيبقى defective pregnancy أحيانا وفي نوع non-gestational ملوش علاقة خالص بقى في pregnancy ممكن يحصل في males أو females ولو حصل في males أو females بيحصل في gones اللي هي germ cell producing cells لكن التيراتومة دي حاجة مختلفة تماما ده طائب برضو من germ cell tumor بس بيبقى في different citheral types من tissues مع بعض يعني بيكون في hair بيكون في muscle بيكون في teeth كمان يعني انتو لو دورتوا على صوره هتلاقي ماس كده غريبة جدا فيها كل الانواع دي من cells مع بعض hair cells ومص cells bone teeth cells مع بعض تكاد بي mature immature immature could be mix من mature وال immature cells مع بعض الحياة بتلوك very very nasty يعني antifolates متمثلة في metodrexate يعني بيبع عندها classical side effects لل anti-cancer drugs يعني هي هي نفس الفكرة myelosuppression بومار suppression stomatitis inflammation بتاعت الأورى الميوكوزة إريثمة وراج الزكارية الوبيشية hair loss nausea vomiting ودائرية يعني حاجات non-specific some of these can be prevented or reversed by administering or leucovorene اللي احنا ندفعنا ندال antidote بتاع metodrexate هو الفولينيك أسد وأحيانا بتسمى كبان citrovolum factor وده عبارة عن إيه انتفقنا ده active chemically reduced derivative من الفوليك أسد ونبيحتاجش الـ dihydrofolate ريتاكتيز فحيك عشان هو fully reduced أصلا it could be useful as antidote طيب حال أنا بتديه من البداية في بعض الأحيان بيتخد في البداية عشان شوية يقلل side effects بتاعت الميت triccate بس لو أنا داته من البداية الدوسس بتاعت اليوكوفرين G should be kept minimal في أقل مستواتها ليه تأفويد الانترفيرس مع الانتتيومر action بتاعت الميت triccate أنا أصلا مدي الميت triccate عشان يمنع الاخشان بتاعت الفوليت فمش طبيعيا يكون مدي كمان reduce full من الفوليت بكمية كبيرة يعني لكن هو لو minimal ممكن حتى يعني يزبط موضوع side effects في الميت triccate في ال high dose therapy بيستخدم as antidote وشان كده اسمها اليوكوفرين rescue اليوكوفرين in high dose بيستخدم as antidote للميت triccate وبيشتغل ازاي زي ما تفانا هو ما بيحتاجش ال inhibited dihydrofoliator because it's readily tetrahydrofolic form وبالتالي بيوفر المثلين group needed عادي بيبيباس ال dihydrofolate redactase احنا ما بندرس anti-cancer drugs المختلفة الحقيقة ممكن مع مرور الوقت الناين وكمية الصعب effect كهيرة قوي فحيا احنا بنفوكس اكتر على حاجات المتكون characteristic to each class or each drug احنا الدفاع الانتس الكرسيد بيشو classical side effect للanti-cancer عادي بالنوزي والvomiting والdiarrhea والmylo-suppression الكلام بس بياند الحاجات دي او بياند الحاجات تنين كتير جدا زي renal damage وhipatic dysfunction pulmonary toxicity وneuro toxicity renal damage الشخص لازم يكون advised than هو keep urine alkaline ويبقى شخص well hydrated to prevent crystal urea الhybatic function should be monitored والlong term exposures to methotrexate could lead to fibrosis لو تلايوا في الكبل الpalmonary toxicity profile بتاع methotrexate الاطفال اللي بياخدوا methotrexate ممكن يحصلون بقى كافو دستنى وفور وسينوز as early signs للpalmonary neurotoxicity الneurotoxic profile بتاعه بيبقى غالبا following intracecal administration نحن تفعل انهو بينفع يتخذ orally intravenously intramuscularly وكمان intraceacally لو اتخذ intraceacally ممكن يعمل neurotoxicity ودي بيبقى في صورة meningal irritation stifnic headache fever seizures encephalopathy حدقت كثيرة جدا للأسف الشريط ممكن على long term يسبب learning disabilities تكون irreversible toxic profile diverse جدا رين الhipatic pulmonary and the neuron according alfamitrexid and pralatrixate they are recommended to be given together with folic acid supplements اللي هو زي الكوفرين مثلا وvitamin b12 supplements عشان تريديوش شوية الهيمatological والغastro intestinal toxicity profiles كلمة هيمatological toxicity دي ممكن تبان في صورة ميلو suppression عارفكرا والblut count يعني بوز والغastro intestinal toxicity احتفان وبيحصل ديارية وبيحصل نوزي وفوميتين وهكذا اشتركوا في القناة